دايماً بتكون مباراة الاتحاد والأهلي طبعاً مباراة صعبة وخصوصاً يعني أي ند للأهلي أو ند للاتحاد أو الزمالك المباراة بتكون مش يعني متوقعة وده اللي حصل والجيم ينتهي ببسكت واحد يعني هنشوف متعة لسه في المباراة اللي جاي الاتحاد في المباراة دي عارف يرجع المباراة وسيناريو كان قريب كده من النهاية كاس مصر الأهلي تقدم والاتحاد رجع ورجع بعد كده حقق الفوز ولبصنا أكتر حتى على اللعيبة اللي سجلت نقاط في المباراة دي أول محترف في الصفون النادي الأهلي اللي هو براندون سجل 17 نقطة منهم 3 ثلاثيات من 9 محاولات وسجل ثنائية وسجل 6 رميات حرة من 7 يعني نسبة إلى حد ما طبعاً كويسة في المقابل سجل الاتحاد السكندري أو أفضل مسجلين الاتحاد السكندري كان مايكل ديكسون طبعاً المحترف الأمريكي سجل 16 نقطة منهم ثلاثياتين ومن 3 محاولات وسجل رمياتين ب2 ومن 10 محاولات وسجل 6 رميات حرة من 7 برضو النسبة متقربة في الثلاثيات أو عفوا محترف الأهلي أكتر بالنسبة النجاح أو الفعيلية ب33-3 من 10 في المقابل محترف الاتحاد السكندري 66.7 من 10 في الفعيلية لكن محاولات يعني محترف الأهلي كانت أقل وأعتقد أن المحترف لازم يكون مميز في يعني موضوع الشوتينج أو الشوت أو سواء من ميدل شوت أو منطقة متوسطة أو من الثلاثيات أو حتى في الرميات الحرة علشان يكون يعني قيمته كويسة علشان علشان